في زمن السرعة المعلوماتية يتوجب على كل مواطن التحقق من دقة ومستقية الخبر وعلى الجميع معرفة أهداف الأشخاص الذين يسعون وراء نشر معلومات كاذبة وتضليل المجتمع عن الحقيقة والسعي لتدمير الوحدة الوطنية والتعايش السلمي في البلاد وكسر ثقة بين المواطنين وفي هذا الأسبوع شهدنا معلومات خاطئة تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي وهو تسريب صوتي أسند لرئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد وليلة أمس كان قد عقد مؤتمر صحفي لتصحيح هذه المعلومات الكاذبة من قبل حزب الازدهار في هذا الأسبوع كان هناك خبر كاذب تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي وهذا الخبر هو تسريب صوتي أسند لرئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد في اجتماع عقد بين قادة حزب الازدهار وهذا التسريب الصوتي غير صحيح وليس له أي أساس من الصحة وفي التسريب الصوتي لم تكن هناك أي كلمة متطابقة عن موضوع الاجتماع وقد واجهنا أخبار كاذبة حول التسريبات الصوتية في السابق خاصة في التصريحات رئيس الحزب الازدهار إذ تقوم بعض الجهات الغير مسؤولة بتجميع مقطع صوتية من مختلف اللقاءات والاجتماعات في مختلف المواضع ويتم قصها وتعليلها نتبدو كأنها حقيقية وهذه الجهات تسعى لفبركة المعلومات لتضليل الشعب والآن البلا تتوجه إلى طريق الازدهار والنجاح وهناك جهات تسعى لتخريب تدمير المخاططات الوطنية عبر نشر معلومات كاذبة في محاولة لتضليل المجتمع عن الحقيقة وعلى الشعب أن يكون واعيا وفاهما لما يدور من حوله من مؤامرات كما قال الدكتور بك أليهوريسا المسؤول للعلاقات العامة في حزب الازدهار إن تسرب هذه الأصوات خاصة أصوات رئيس الحزب الازدهار كانت تصريحات قديمة في مختلف المحطات عن مختلف المواضع والمناسبات وإذا قام المجتمع بالاستماع إلى الأصوات مرة أخرى سيلاحظ أنها أصوات استخدمت في مختلف المواضع والأوضاع كما قيلت سابقا هناك قوات داخلية وخارجية تسعى لعرقلة نجاح أثيوبيا وازدهارها وتتمنى الدمار والتشتت للبلاد حسب ما قاله الدكتور هوريسا المسؤول عن العلاقات العامة في حزب الازدهار من أين تقنبي ميناء إلى اللون؟ ليس هناك أي فوائد بل بالعكس هذه التصرفات المدمرة تنتمي لجهة غير مسؤولة وهذه الأخبار الكاذبة ليست جديدة على إثيوبيا خاصة في السنوات الماضية لأنهم فبركوا ونشروا معلومات مضللة وخاطعة لتضليل المجتمع مثل هذه التصرفات المؤذية ونشر المعلومات الكاذبة كانت عادة من الأشخاص السابقين الغير المسؤولين والآن هذه المعلومات تم تسريبها لتشتيت ذهن المجتمع والحكومة عن استخدام موردهم الطبيعية للنمو وأخذ خطوة نحو طريق الازدهار وعلى الشعب أن يكون حذرا على حسب ما ورد في التصريح في وسائل الإعلام الرقمية التي يتم فيها تداول ونشر المعلومات الكاذبة والمفبركة على الشعب أن يكون على دراية ويسأل نفسه لماذا تتم نشر هذه المعلومات ومن ينشرها وما الهدف وعليه التحقق من مصدر الخبر والمعلومات التي يتم نشرها وتداولها في مواقع التواصل الاجتماعي هي معلومات مفبركة ومعدلة مأخوذة من مختلف المواضيع والأوقت الزمنية ويتم تعديلها لتبدو حقيقية وعلى المجتمع أن يتوخى الحذر لقد تم جمع وقطع الأصوات من مختلف المواضع التي تم طرحها من مختلف المحطات في أزمنة مختلفة وجمعها في صوتية واحدة لتعطي معلومات قد تبدو حقيقية للمستمع لكنها معلومات خاطئة وليس لديها أصل من الصحة لذلك على المجتمع أن يكون واعيا ويتأنى ويتحقق من الخبر قبل النشر أو التصديق أبرس أبو لك نزابيك بالمالتنو